تتراجع الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة بنسبة 30% مقارنة بما تم تسجيله قبل أسبوعين مع تواصل تلقي تطعيمة ضد الوباء فالولايات المتحدة سجلت 40.8 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي بناء على متوسط الأيام السبعة الماضية ويعتبر هذا المستوى أقل ب43% من القمة الأخيرة المسجلة في منتصف أبريل الماضي حينما بلغ المتوسط اليومي 71 ألف حالة كما أنه الأدنى منذ التاسع عشر من شتنبير الماضي وبحسب البيانات بلغ متوسط الوفايات اليومي جراء الفيروس في الولايات المتحدة 667 وفات وهو ما يقل بكثير عن الذروة المسجلة في الشتاء وصرحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن متوسط تطعيمة ضد كورونا بلغ مليون جرعة يوميا مقابل 3.4 مليون جرعة يوميا في 13 أبريل